في الواقع لم يكن مستغرباً أو مفاجئاً أن يكون هناك حوار أو انفراجة في هذا المشهد السياسي كل الطرفين الحكومة والمجلس بعد عام كامل من دور العقاد حصل فيه اشتباك سياسي عنيف تمثل في وصول الصراع إلى أقصى مراحله إلى درجة أن الصراع في بعض الأحيان وصل إلى مرحلة الصراع الصفري بتبني النواب بطلبي إزاحة رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء معاً وبالتالي لم يكن بالإمكان حتى عقد زرسات عادية طيلة دور العقاد كامل وبالتالي أنا أعتقد أن كلا الطرفين الحكومة ونواب المعارضة بعد هذا الجولة من الصراع العنيف الكل يحتاج إلى توافق سياسي إعادة ترتيب الأوضاع على اعتبار أن هناك موعد واستحقاق قادم وهو جلسة افتتاح دور العقاد الجديد وهي سترسم معالم المرحلة المقبلة وكان طبيعياً أن يلجأ الطرفان إلى هذا الحل الوسط ومحاولة أن يلجأ إلى التفاوض عبر آلية الحوار والوصول إلى حل أهم الإشكاليات التي شوهت أو أدت إلى التهاب المشكل السياسي وهو موضوع العفو عن المهجرين أو أصحاب الأراء السياسية من النواب ومن الناشطة السياسية دكتور صارح الخلاف السياسي بين السلطتين في الكويت قديم ومستمر ودائم لكن في الدور العقاد الماضي الذي حدث أنه لم تعقد الكثير من الجلسات بسبب جلوس بعض النواب على مقاعد الوزراء مما أدى إلى عدم انعقاد الجلسة هل برأيك هذا المشهد هو أحد الأسباب الرئيسية في الدعوة إلى الحوار؟ هذا شكل من أشكال الصراع وهو الوصول الصراع إلى أعلى مراحله وذروته وهو الصراع الصفري بمعنى إلغاء الطرف الآخر هناك رغبة تنامت وتزايدت بين النواب في استجواب أو يطاح برئيس الوزراء وعجز الرئيس المجلس الأمه حصلت الدعوات لكن عجز المجلس بسبب الكتلة أو الأرقام هي التي فصلت في هذا الأمر وهي كتلة هشة لصالح حكومة هناك الحكومة لديها أغلبية فقط بصوت واحد لكنها تفقد هذه الأغلبية في مسألة التصويت على طرح الثقة لأن النواب لا يصوتون في مجلس الأمة هذا التعريف لمن هم خارج الكويت تقصد الوزراء لا يصوتون في حق التصويت على القوانين داخل مجلس المجلس باعتبار النواب فقط لكن هذا المشهد أحد تجليات الصراع الحنيف ووصوله إلى مرحلة الصراع الصفري كلا الطرفين الحكومة أعتقد أنها حاولت بقدر المكان أن تصل إلى حل قبل جلسة دور العقاد حتى لا يتكرر المشهد الذي أشرت إليه